أستاذة مجدى الحقيقة يعني حيث بتتوجه نظرنا لشيء مهم جدا جدا يعني أنت شاهدتي هذا المسلسل وشاهدوا ملايين معاك ويعني فجر أشياء كثيرة جدا جدا هل يمكن للدراما أنها تغير الواقع تغير القوانين التي تحكم هذه المسألة زي ما حصل مثلا في أريدو حلا زمان حضيتك أه حضيتك أه سبقتيني أه إذا كان أريدو حلا غير أنا ما أظنش أن الدولة عندها مشكلة أنها تحل قضايا كثير من السيدات المعنفات واللي هما تعبنين قوي وفي اتجاه العنف في اتجاه إزالة كثير من مناطق العنف ضد المرأة المصرية وأظن أن في دلوقتي دعم للمرأة المصرية على أعلى مستوى خلينا أقولك برضو أن أنا من ضمن يعني ما فاعدتي بهذا العمل أنه وزير التضامن الاجتماعي كذبة إشادة به وهم حطينه وكانوا حطينه في بداية المسلسل وده أول مرة يحصل في تاريخ الدراما أن وزارة تتحمس للقضية قضية يصيرها مسلسل تلفزيوني وده معنى فعلا أن هذا المسلسل وجد المسؤولين في الوزارة التضامن الاجتماعي أنه هو بيعبر كثيرا جدا عن قضية هما شخصيا بيزنوا جهد كبير قوي فيها لكن كمان هو برضو في حاجات جديدة المسلسلة أضافها مثلا أنه وزارة التضامن عاملة دار لإغاثة وإعانة والسيدات اللي مش لقينه والحقيقة ده شيء جديد ويمكن كثير من الناس لما يكن يعلموا طبعا هنعلم منين يعني أنا علامته وغيري علام غيري ممكن يكون محتاج لده فالحقيقة أن الدراما هنا لما بتقوم بدورها بشكل جيد وبضمير حي بتعتبر أنه الرسالة الأهم هي أهم من مشاهد ممكن تبقى جذابة أو كذا أو كذا ده الحقيقة بيبقى شيء رائع جدا لأنك أنت على طول بتدرابي في عمق ما هو مطلوب منك كعمل فني مطلوب منك مش بس أنك أنت تمتعي الناس بالدراما لكن كمان أنك أنت سعديهم هل تتوقعي حضرتك أنه بعد يعني عرض هذا المسلسل وما أثاره من قضايا ومن شقاء بالنسبة لكثير من السيدات هل من الممكن أن تؤثر الدراما مرة أخرى في تعديل قوانين أنا الحقيقة أتوقع ده وأتمنى ده وأعتقد أنه مش هيعدي كده لأنه من المؤكد أن فيه ناس كتير اتأثرت به خصوصا سيدات المعنفات ولهم تعبنين قوي لأنهم شافوا نمازج مهمة وشافوا كمان أن هناك من استجاب ليهم أو على الأقل عرض قضاياهم بشكل مهمة